شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة مراجعة المساحات المزروعة فعليا بصورة دقيقة وكذا تحديد التوسعات المستقبلية لتحديد كميات الأسمد الفعلية المطلوبة للسوق المحلية حتى يتسنى تحديد الكميات التي يمكن تصديرها لضمان تحقيق أقصى استفادة من الكميات التصديرية وخلال اجتماعيه لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمد الزراعية أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف دفع جهود صناعة الأسمد الزراعية لتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص التصدير فضلا عن العمل على تحقيق الضبط لمنظومة التوزيع الأسمد بما يخدم مصالح المزارعين وشهد الاجتماع عرض تقرير حول منظومة توزيع الأسمد الزراعية باعتبارها النوع المدعم من الأسمد مشيرا إلى جهود تطبيق منظومة إحكام الرقابة على تداول الأسمد المدعمة لضمان وصول الأسمد من مصانع الإنتاج إلى منافذ التوزيع المختلفة بجميع المحافظات